اهلا بكم من جديد اختتم وفد مملكة البحرين برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والذي اضم كل من سعادة سيد زيد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة سيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الخليفة رئيس الجمارك بهدف مناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي وبحث آخر تطورات وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بهدف دفع النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على أهمية خلق فرص العمل كأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق أهداف مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك ولنجاح أي نموذج اجتماعي واقتصادي فاعل يرمي إلى تحقيق التنمية الشاملة كما نوه معاليه على أهمية دعم مبادرة البنك الدولي مشروع التحول الاقتصادي والوظيفي حيث أن هذا المشروع يمتلك القدرة على لعب دور مؤثر في تحول التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تشير الدراسات إلى أن المنطقة ستحتاج إلى تهيئة ما يقارب 300 مليون وظيفة بحلول عام 2050 وذلك لتلبية الطلب للأجيال القادمة وقد قدم وفد المملكة خلال هذه الاجتماعات استعراضا لإنجازات مملكة البحرين في مجال ممارسة الأعمال وتعزيز دور المرأة البحرينية وتقدمها والتي حظيت بإشادة دولية من مختلف الأطراف تحت رعاية معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظي محافظة العاصمة أطلقت المحافظة فعاليات أسبوع المنامة لريادة الأعمال في نسخته الخامسة بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل تمكين والذي يتضمن 15 ورشة وندوة يقدمها 30 خبيرا ومختصا في مجال ريادة الأعمال من مختلف دول العالم حيث تستهدف الفعاليات التي تقام حتى يوم الخميس المقبل خمسة ألاف مشارك تفاصيل أكثر في التقرير التالي للزميلة خولة أليغرينيس تعزيزا لقدرة شباب البحرين والدفع بهم إلى المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية انطلقت فعاليات أسبوع المنامة لريادة الأعمال بمشاركة خمسة ألاف مشارك موزعين على خمسة عشر ورشة تعليمية وتدريبية يقدمها جمع من المتخصصين في عالم ريادة الأعمال يستفيد من هذا المنتدى أكثر من خمسة آلاف من المشاركين عبر خمسة عشر ورشة عمل يقدمها ثلاثين من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال وسوف يركز المنتدى هذا العام على مستقبل الاستدامة في البحرين والابتكار في مجال التقنيات الحديثة وتمكين رواد الأعمال من الدخول إلى الأسواق العالمية نجاحات تلو الأخرى يحققها أسبوع المنامة لريادة الأعمال وهو في موسمه الخامس ينطلق بخمسة آلاف مشارك يتعلمون ويكتسبون الكثير من الخبرات التي تجسدها شخصية عالمية ذا عصيدها في عالم ريادة الأعمال حدث عالمي صار الحدث أكثر من عالمي كمية الحضور من خارج البحرين ومن داخل البحرين يعطينا نظرة على الآليات الجديدة حيث تطوير أعمالنا سواء في البحرين في الخليج أو خارج المنطقة كلها الحلو في المكان أن نحن نتعرف على ناس نتعرف على علاقات مع ناس ممكن تفيدنا في أن نحن نمي المشروع مالنا تعرفنا على ناس ممكن نعرف أنها موجودة فهي فرص بالنسبة لأن نحن نستفيد منها الخبراء الموجودين بخبراتهم كل ما يقدمونا طبعاً كل البشر الموجودين هنا حبت أني آي واستفيد من اللي بينطرح على أساس أني أقدر أبتدي على بينا ويكون عندي خلفية خلي نقول شبه متى كاملة في العمل اللي أنا أحب أني أبتدي فيه هذا الملتقى بات علامة بارزة في عالم المال والأعمال ينتظروها المهتمون في هذا القطاع عاماً بعد عام ندوات متنوعة ورش عمل متميزة يطرحها أسبوع المنامة لريادة الأعمال ليقدم من خلالها معلومات متخصصة في عالم المال والأعمال لتكون خارطة طريق لرواد الأعمال والراغبين في الولوج إلى الغطاع التجاري في البحرين خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ونتبع الآن أسعار صرف الدينار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية وإلى إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع والبداية مع بورصتنا المحلية فقد أقفل مؤشر البحرين العام بدون أي تغيير عن معدل الأقفال السابق عند مستوى 1527 نقطة وشهدت التداولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع التأمين وقطاع الخدمات وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليونين وسبعمائة واثنين وسبعين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 472 ألف دينار تم تفيدها من خلال 65 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد شهدت تباين في الإقفالات مطلع هذا الأسبوع مع تراجع لأسهم قطاع البنوك في بعض البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودي التي أقفلت بارتفاع بنسبة 1.95% وأقفلت عند مستوى 7.784 نقطة مواصلا مكاسبة لثلاث جلسات متتالية بدعم من ارتفاع قطاع البنوك مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت على تراجع بنسبة 0.76% وأنهت تداولتها عند مستوى 6252 نقطة بتأثير من تراجع قطاع الضاقة سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت تراجعا بنسبة 0.07% وأنهت تداولتها عند مستوى 5089 نقطة بفضل هبوط أسهم قطاع التأمين سوق دبي المالية تراجعت بنصف النقطة مئوية وأقفلت عند مستوى 2766 نقطة وذلك بسبب انخفاض أسهم قطاع السلع الاستلاكية بشكل رئيسي أخيرا مع سوق العاصمة العمانية التي ارتفعت في نهاية دولة اليوم وأقفلت عند مستوى 4015 نقطة بارتفاع بنسبة 0.26% بدعم صعود أغلب مؤشرات البورصة العمانية قال الفريق سامر ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور سفنة الحاويات العملاقة أم أسي أرينا أكبر سفنة حاويات في العالم في أول رحلة بحرية لها منذ تجشينها بترسانة دايو وبحملة 234 ألف طن وقد وجه ربيع باتخاذ جميع الأجراءات التي تكفل عبور السفنة بأمان تام وأهمها تعين أربعة من كبار مرشدي القناة وقطرتين لمصاحبة السفنة خلال رحلتها عبر القناة وأكد ربيع أن قناة السويس ستظل البوابة الرئيسية لحركة التجارة العالمية والوجهة الملاحية الأولى والأنسب لعبور الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة ذات الغواطس الكبيرة والتي يستزم عبورها ترتيبات من نوع خاص تلائم أبعادها وتحقق الأمان الملاحي المطلوب أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج في مقابلة مع قناة العربية أكد على أهمية الإصلاحات التي يجب أن يقوم بها لبنان خاصة في قطاع الكهرباء وأضاف بلحاج أنه يجب على لبنان أن يستمر في إصلاحاته المالية وأنهم قد يعيدون النظر في بعض مشاريعهم في لبنان حسب متطلبات المرحلة الدقيقة ولفت بلحاج إلى قيام البنك الدولي برصد مليار دولار لمشاريع في لبنان مشيرا إلى أنهم لم يروا أن يتقدم وذكر أن الحكومة اللبنانية لم تطلب منهم مساعدات جديدة ولديهم محفظة في لبنان بأكثر من مليار دولار على ذمة الشعب اللبناني وهي غير مستغلة بالشكل الأمثل نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل وزير المالية الألمانية يدعو لمنع إطلاق عملة فيسبوك المشفرة لبرا بسبب المخاطر الدولية التي من المحتمل أن تشكلها قرر مجلس العموم البريطاني إرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكزيت بينما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه لن يفاوض الأوروبيين على تأجيل جديد وبمجب التعديل التشريعي الذي أعده النائب عن حزب المحافظين أوليفر لتوين وأقره مجلس العموم يتعين على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إرسال خطاب يطالب الاتحاد الأوروبي بمد أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير عام 2020 قبل الساعة الحادي عشرة بتوقيت لندن جدد وزير المالية الألماني أولاف شولتس انتقاده لخطط فيسبوك لإطلاق عملتها المشفرة لبرا قائلا إنه يجب منع إطلاق عملة عالمية جديدة ونوها شولتس متحدثا إلى الصحفيين أثناء اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تنامي القلق حيال تلك العملات المشفرة المستقرة والمخاطر الدولية المحتمل التي تشكلها وذكر شولتس أن القطاع المالي بحاجة إلى تغيرات معينة موضحا أن هناك حاجة للإصلاح لافتا إلى أن المدفوعات العابرة للحدود على وجه الخصوص يجب أن تكون أسرع وأقل تكلفة لكن دون تعريض استقلالية الدولي للخطر